سلام البنات و مرحبا بكم في قناة ام تاميم ان شاء الله كامل تكونوا ملاح و بخير و على خير انا الحمدلله في نعمة لاغوتين تاع اليوم راح تكون يعني فيها بزف شغل على بلد و تقولوا انت يا نهار كامل و انت مع الشغل لا لا البنات يعني هاد اللاغوتين هادية كنت صورتها لكم قبل رمضان و هادا و نكتب ربي بش حطيت لكم يعني لا فيديو قلت خير من اللي نغيب عليكم و ما نحطها لكمش درت لها المونتاج و راح نشارك معاكم كل حاجة بالتفصيل و اون بلوس ثاني شاركت معاكم موضوع بزف مهم طلبتوه مني بل بزف و نقول لكم مشاهدة ممتعة و ما تزعب بيوش لبنات هانا هادرو على الفرق بين الوحام تاع الطفلة و الطفل هكا نمدلكم افكار اعطولين توما تانية في المهم راح نحكو في واحد الموضوع اللي بزف طلبوه مني الاخوات و يعني موضوع بزف يحيرنا في الول في الديبوت على الحمل نبدوا نتسألوا عندي الطفل او طفله نبدوا نتوسسوا رانيناكل في المالح عندي طفل رانيناكل حلو عندهم طفله اليوم ان شاء الله سنشارككم تجربتي كيفش كان لوحة متاعي في تاميم وكيفش كان لوحة متاعي في هاد البيبيا ان شاء الله بالنسبة لي يا انايا يعني تجربتي الشخصية في تاميم كنت نحب ناكل بزف المالح في الاشهر الاولى يعني تلت شهر اللولين كنت نحب ناكل المالح 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 وش نقول لكم الى فخوماج الى داك الكامونبغا كنعضو وناكلو وحدو الى بيتزا تاني نحبها تكون مالحا الى قارنطيطا نحب تاني نملحها كل حاجة ندير لها الملح بزيادة وناكلها بالنسبة للاشهر الاولى تاع البيبيا هادية وكيفش توحمتهم كنت نحب ناكل يعني نفس الشي نحب ناكل المالح حتى وين يعني قلت بالك عندي تفل قلت بالك عندي تفل دوزيان في تاميم توحمت على القارنطيطا وفي هاد البيبيا توحمت على البيتزا يعني كنت نتخايل البيتزا وش نقول لكم كي تجيبها لي رجلي في الليل تقول ما نعرف وش جاب لي يوميا نقول له جيب لي بيتزا جيب لي بيتزا وشكي حباتها كله حبيتنا كل بيتزا سما ماكاش فرق البنات وبالك هادي ماكاش كامل منها تعلي تحبيتها كله المالح وتحبيتها كله الحلو وصا دي بان بالك غير فيانا اللي صارت هكا في الاشهر الاخيرة في تاميم دورتها حلاوي واللي تناكل حلو بزاف الى قلب اللوز الى في الليل هكا ديك خاب بالشوكولة نحب ناكل الفاكية المهم ممكن قول لكم قلبتها بالحلاوي حتى تاميم خرج الله يبارك سمين وخرج ربعة كيلو ومية الله يبارك بالنسبة لهذا الاشهر الاخيرة تاع البيبيا كيف كيف اراني غير في الحلاوي ضايق قتلي طبيبة غير نقصي بسك البيبيا راه يسمينا وراح تتعد بي معاها المهم ان شاء الله ربي يسهل لي ويسهل جميع وحدة سيبوخ صاحبية نشارككم هاد التجربة يعني كان نفس لوحم بين تاميم وهاد البيبيا ان شاء الله اللي ربي يجيبها على خير وبخير كان نفسه في الاشهر اللولى نحب ناكل المالح وفي الاشهر الاخيرة نحب ناكل الحلاوي كينا حاجة برك هي اللي خلت لي الفرق باش نعرف بين طفل وطفلة البنات فيه تاميم يعني لوحم ما راح ليش مدة تسعة اشهر راكوتي ماجيني وتسعة شهر وانا فشلة وانا غرق دا امكسلة عيانة المورا الحابط نديقوتيا هادك لوحم الترفية بزاف معلا بليشي لك يكون تعروسة جديدة موالفتش ولا لوحم لي كان دير لي هكاك المهم تسعة شهر وانا حاشاكم مع الصبح هادك الردان تع الصبح ما يخطينيش تسعة اشهر حتى في فلاسال داك وشما وقعت حاشاكم انرد يعني تدفوا ولا تخوافوا وانا نرد بخونت خف هاد البيبيا الحمدوليله شهرين اللولين ولا تلت شهر اللولين واحبس لي كامل هادك الاستفرق تع الصبح يعني هادك الردان تع الصبح احبس لي خلاص ما ولاش كامل يجيني واللي تنوت ديركتورما نحب ناكل نحب نستقه واعادي جدا قلت يعني هاده هو الفرق اللي كان بين طفل وطفلة وانا شاركوني في كمانتر لوحة متاعكم بين طفل وطفلة هكا باش نفيدوا الاخوات اللي راهم حوامل هي يعني الوحدة تتقلق وتقول لك اخا وقتاش نعرف جنس الجانين وقتاش نعرف نبدا نوجد له ولا طفل نشريروا الحوايج ولا طفلة تاني نوجد لها واش لازم كامل يعني نتقلقوا ما ما كاش حاجات تأكد لك باللي عندك طفل ولا طفلة ابر الايكوغرافي عند الجينيكولوج ديالك هادي هي انا كيما كنت قلت لكم يعني لوحة جاني في زوج تقريبا كيف كيف برك في البيبية هادية الحمدلله راح لي على البكري يعني على البكري راح دموا يدمي اللولين ولا بلك تخواموا المكسيموم والليت نحص روحي انفر نحص روحي عادي جدا كمسي مرانيش حامل اكوشتو ديجا شاركت معاكم تنظيفات كنت نشارك معاكم كل حاجة كمسي مراني حامل ما عندي حتى يعني اعراض ولا حتى تعب الحمدلله على كل حال وكل وحدة كيفاش يجيها لوحة منكين اللي ما تحس والو ما تطقي حشاكم مع الصبح ما يكونوا عندها حتى اعراض حتى تلقى روحة يعني كرشها بدت تخرج وهي بلك ما فاقتش كامل روحة وكاين اللي قبل ما تدير التست تبدأ تحس بالعياء بالإرهاق تبدأ تحس تحب غير ترقد ما تحبش تاكل حاجة اللي تشمها مادة بها ما تشمهاش كيمة الجاج كيمة يعني كيم بزافها كروايح ما نحملوها مش انا تاني فهاد البيبيا ما حملش وحدر يعني الليكيد تعالى ماشين لشا واش نقول لكم كل ما ندخل لاصالدوبة عمري تخرج حتى وين خلاص صدقتو مديتو ما قدرتش نخليه عندي فلا صالدوبة وكل وحدة وكيفاش المهم هنا يا كنت خدمت معاكم شغليكي ماشتوني نضفت مور الفريجيداغ مور الكوزينياغ هادو ما تنظيفة رمضان ان شاء الله باش منزيتش نجبدهم ونسيق موراهم جو وست للحيوط موراهم ومازال لي يعني وين الحيوط بينين مازال ان شاء الله نزيد نشارك معاكم انغوتين هكا تاع غسل الحيوط ونزيد نحفزكم شوية جو وست على البوتاجي على هادوك يعني البيبان تحت تحت البوتاجي وكامل وتاني الفريجيداغ ولكوزينيار كانوا نقيقيين ايش شعلوا شعل يعني كنت يومين مقبل ولا ثلتي ايام مقبل اخسلتهم وخسارة يعني ما صورتش معاكم التنظيف ديالهم هادي هي هنا يا كيمشتو استرحت للكولواغ اسبيريتو كامل درت لكم شوية مقطعة تاع الحوت هكا باش تشوفوه هنا الحوت يغيرني وبزاف يعجبني سختوه كي تكون معمرة وكي تكون يعني يكلو كامل وان شاء الله هنشارك معاكم التنظيف ديالها فهذا المرحلة مزل متوسختش ورا هي لبس عليها وهنا يا البنات هنشارك معاكم في العشية وش حضرت يعني هكا للصهرة كي ما نقولو حاجة خفيفة هنا يا رح درت الفلان انا توجوغ الفلان ندير الحليب بتاع شكاير بس كالكونديا ما ينجحليش به وكين اللي قالوا لي انو نديروه بالكونديا ويجينا مليح المهم كل وحده وكيفاش انا نديرو بالحليب بتاع شكارا ولا بلويا لحظة هذيك اللابودر ونخلطوها بالماء المهم درت باكي معا نصري ثلاثة على الحليب درتهم غلاء وفوق النار من بعد حطيتهم فهدومة ليفغين هنا يا كان عشايا طاب لي درت يعني باطاطا بالجنحتين تاع الجاج هدا الروتين كي ما قلت لكم صورتو قبل رمضان لبنات ماشي في رمضان قلت ولا غير نديرو لكم هكا اخر من اللي نغيب عليكم نهار ولا يومين هكا بش يعني نكون توجوغ معاكم هنا يا وش رح تندير في الليل في السهرة قلت ولا غير ندير داي بانكيك تقدرو تاني انتو ما توجدوهم للصحور كاين اللي عندها وليدتها يقراوا صغار ما يقدروش يصوموا و لازم ياكلوا من الاحسن تدير لهم هكا حاجة خفيفة كي ما شتونين ندير حبيبة اولاد الجاج عندي لفاني زوج مغارف تاع الزيت وزوج مغارف تاع السكر نحاول نخلطهم مليح بالفوي ولا غير بالمغارفة هاد الوصفة تجي بزف هيلة عندي نص كاس تاع الحليب مع كاس تاع الفارينة و حوالي نص كاس تاع خميرة كيميائية هادا ما كان وش تجي في هالوصفة ويجو خفاف كيم بزف لي قالوا لي عمرنا ما درناهم كيفاش يجي لقو ديالهم وش نقول لكم البنات يعني لقو داعهم بزف ابنين تديروهم بالشوكولة بالعسل بالمعجون بوش حبيتو سختولي عندها دلاريا كي يقراوا مع الصبح تنود تدير لهم يعني هكا حاجة تعفيت فيه وما تشتش اليد وما تسحقوها تخمر ما والو تخلطوها على وقفة وتديروها طيب وتحطوها لوليدتكم هكا كسخونة وفريشكا كي ماشتو غطيتها لطاني ديباراسي كامل دوزان ديالي في الكوزينة رحت ديغاكتو يا مان سخنت الطاجين هادا الطاجين اللي يعني نشارك فيك يعني معاكم بزف وصافات نديرهم فيه هكا بش تدو افكار كامل وش تقدرو الطيبو فيه انا نديرو على نار قليلة ونطيب فيه ديبانكيك هادوما يطيب هايل يعني ما يلسقو ما والو ويجو بنان ويجو خفاف ودوك شوفوا كيفاش ينتقبو يولو كيل بغريرات الله يبارك ونقلبهم يتحمرو ملكو تيلوخة هادي هي البنات بينسغلي تتحمر نحيها ويش نقول لكم يجو بزف بزف بنا نجربوهم ما تندموش هنا يا للصهراء كيما قلت لكم الفلان هادا كان جمد لي لي بانكيكتان يوجدو جبت هاديك شوكولات عبطيلاء هاديك باش نوجد حبيبات وشويات على فخيز هكا للتزيين المهم هكا الصهراء عائلية كيما نقولو حاجة حلوة ما متقدرو تديروها لوليداتكم متقدرو تديروها في الصهراء تعرمدان يعني على شلالة انا كنت الفيديو هادا صورته من قبل كيما راكم تشوفو راني مع يعني تحضيرات يعني نقيفة ديك على فخيز ونحاول يعني نشبه الحالة ونحط يعني طابلة تكون منوعة وتكون بخيزان طابل وعلى بالكم العين تاكل اقبل الفم احنا يليز على الجغيان يعني ناكلو بعينينا قبل ما ناكلو بفمنا كيما راكم تشوفو ندير حبيبات تعليه بانكيك ندير لهم شوكولات شوية على فخيز قدرو تديرو البانان تقدرو تديرو مكسيرات ديرو وش تحبو البنات يجو بزاف روعة روعة كيما راكم تشوفو جبتاني هادوما القفريطات هادوما يتباعو فليسوبيغات بزاف بنان حطيتهم فوق الفلان وحاولت نزين هنا هاد الشوكولات لي وش نقول لكم يلصبتوها غير شروع بزاف بنانا هاد الشوكولات على كندوغ هادي وون بليس مشي غالي يا البنات انا ما تخطينيش من داري توجوغ نحب تكون عندي هكا ف الدار نحبو ناكلوها وون بليس رخيصها كيما قوت لكم تديرو واقي لحداشنا الف ولا تناشنا الف كاين شوكولات اولي وكاين تاني شوكولات نواغ كل واحدة وش تفضل يعني كل واحد وش يفضل فينا ف الدار انا نحب شوكولات اولي رجلي حب شوكولات نواغ المهم حطيت زوج حبيبات زوج حبيبات هكا باش نبنجو بيهم مع العشية وهنا يا البنات لحقنا لنهاية على فيديو مبقى لي غير نقول لكم تهلو في روحتيكم تلقوا في روتينة جديدة ان شاء الله شكرا لكم